جامعة الدول العربية تأسست بموجب ميثاق وقع في العاصمة المصرية القاهرة عام 1945 هي منظمة إقليمية تضم 22 دولة عربية تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والاكتماعي والثقافي والسياسي بين الدول الأعضاء العاصمة المصرية القاهرة هي المقر الرئيسي للجامعة العربية هذا بالإضافة إلى مقر أخرى تتوزع في بلدان الدول الأعضاء تضم الجامعة العربية العديد من الهيئات والمؤسسات الفرعية مثل البرلمان العربي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والاتصالات والمؤسسة العربية للترجمة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها تتولى الجامعة العربية دورا مهما في الدفاع عن قضايا العالم العربي وتعمل على العمل الجماعي العربي المشترك لحل الشراعات والمشكلة السياسية والاجتماعية التي تواجه الدول الأعضاء كما تعمل على دعم التعاون والتنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعزيز التواصل والتعاون الثقافية بين شعوب العالم العربي كما تهتم الجامعة بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم العربي وتسعى إلى تعزيز الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل والعمال واللاجئين وغيرهم وتتميز جامعة الدول العربية بالعمل الجماعي المشترك والتفاعل الثقافي بين دول الأعضاء توطئة للشعور بالانتماء العربي والتعاون الإقليمي وتتبنى الجامعة قيم الحوار والتسامح والتعاون بين الدول والشعوب سعيا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للعالم العربي والمواطن العربي ترجمة نانسي قنقر